ارجعنا لحضراتكم وعنى صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والتي تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة وتبقى هذه الاسئلة بابا من ابواب النور والبركة تجعل مجالس العلم مستمرة بيننا وبينكم التي نطلب بها سعة وفضل ورحمة الله وان يسكننا في الملأ الى اعلى خلونا نشوف اول سؤال وصلنا النهاردة على صفحتنا بيقول ايه ارضعت ابني اخي رضعة واحدة فقط ويرودي الزواج من ابنتي التي رضع معها فهل يجوز هذا الزواج ده سؤال مهم جدا جدا احنا في الحالات اللي زي دي تسألونا في الفاتوى بعمل ايه في الفاتوى بنعمل حاجة واحدة لازم نجيب الناس دي ونحقق معاها ليه اقول لكم حاجة كده وما تزعلوش فكرة ادعاء الارضاع دي بقت احد الوسائل اللي بتحصل كتير منها ان الناس تدعي ان هي رضعت حد انا مش بتكلم عن الحالة بتاعتي لما سيقول لكم احنا ليه بحا نعمل الاجراءات دي ناس كتير تدعي ان هي رضعتها عشان هي مش طيقة بس ده ابن اخوية اما ممكن هي يكون بينهم حزازيات ومش عايزة تجوزوا البنت في ايه اللي حاصل فها تدعي ان هي رضعته ويف جواها بتقول ايه ايه اللي هيحصل يعني ده احنا ما منعنوش عنه حق ده انا حاجة لبياد مش هيتجوز ببنته بس تجوز حد تاني وهو يتجوز حد تاني مع ما الناس شر يعني احنا كل الحاجة منعنا شخص ممكن يكون مؤذي ديها مساعدة تيجي تقول والله انا عملت انا عملت كده عشان نواية الحسنة طيب فبنعمل ايه بقى في مسألة الرضعة دي لازم ييجي الزوج لازم ييجي الولد اللي عايز تجوز والست اللي اللي رضعت ويجوا معانا ونحق معهم نقول لها مسلا انت رضعتي كم مرة تقول والله ده كان هو في وسط عيالي واللي فكرها مرة واحدة طب قاعد معك يا ديه قاعدت لي قاعد معايا سنة طب والواد مات قاعدت له لا واموه كانت موجودة لا وانا اللي كنت بردعه فيها ستي معقولة في سنة واحدة ردعتي مرة واحدة قاعدت له ما ده لانا فاكراه فعشان كده ايه اللي حاصل مش هنقدر نجاوب مش هنقدر نجاوب ليه في مسألة الرضعة هو صحيح ان اللي بيحرم خمس رضاعات مشبعات مرة مشبعات يتردع يشبع يسيب السدر يجي مرة تانية نردعه يشبع نفس الحكاية نردعه يشبع خمس مرات هو ده اللي كما ورد في حديث الرسول اللي الله سلم ان يحرم خمس رضاعات مشبعات فخمس رضاعات مشبعات هو ده اللي بيحسن بس احنا بنقوله وخلوا بالكم اخوانا اللي بيفتوا في الترفيزيو لو سمحتوا بعد اذن حضراتكم خلوا بالكم ان الكلام اللي انت هتقوله في المسألة اللي قدامك دي هيتاخد والناس تعمل بيه فلو حصل بعد كده ليه بقى انا بقول كده شفنا كتير بقى ايه اللي شفناه افتنا الناس على انه كذا 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 فبعد شوية اللي حصل افتناها ان ما فيش كذا وبعدين اللي حصل ابنها ما اتجاوزهاش بس بواد قاعد من تقال قلت له يا عيني يا ابني بس لا ما ردعتاش انا قلت كده بس عشان فكرة ان انت ينهرى بيض وتكون بقى ايه القلوب اتواجعت والناس وقول بنت راحت معرفش وكده شفنا ده وشفنا كمان انها تقول لا ما حصلش رضاع فالوادل تتجاوز البنت فبعد تقول على فكرة انا ردعت البنت دي معاك او انت او انا ردعته معاها شفنا بقى حاجايات كتير ويا ما بيوت حصل فيها كذا لكن من الاول خالص لما انحقق معاهم ويجي حد يحرف ساعد بنحلفهم على المصحف منحلف اللي الردعت ديت ايه على المصحف عشان بعد كده ايه اللي حاصل ما تجيش تعمل ايه ما تجيش تقول والله ده حصل كذا او كذا ما تغيرش كلامها خلاص طيب احنا من حق انا كده من حق من حق المفتي في بعض الاحيين يعمل بعض الاجراءات اللي بتحصل في القضاء ليه عشان يعمل الناس او المفتي موجود ليه مفتي موجود عشان يخفف على القاضي في بعض بعض الامور طيب هو موجود ليه كمان عشان يرفع التنازع ما بين الناس شغلة المفتي عشان كده لما تيجي لما تيجي تقف في التلفزيون هو هتكون فتويتك هتسبب نزاع ما بين الناس يبقى ايه اللي حصل يبقى انا بقوله هو احنا قلنا الحكام العامة اللي تتعلق بمسألة التحريم من الرضاع اني لازم يبقى خمس الرضاعات مش بيعات وخلصنا من المسألة طب المسألة اللي قدامنا دي بقى لها المسألة اللي قدامنا دي تيجي الست اللي رضعت مع الخطيب ويجوا يعملوا ايه ويجوا عندنا في ضريل افت عشان نشوف المسألة في واقعة العين دي طب ليه لان مسائل الرضاع دي تتعلق بمسائل ايه يا سي دي تتعلق بمسائل الفروج والشرع يحتاط في حاجتين احتياط ليس بعدها احتياط يحتاط في مسألة الدماء والتعدي على ارواح الناس ويحتاط في مسألة الفروج والتعدي على ماذا على اعراض الناس اللي اتنين دولة الشرع بيحتاط فيهم احتياط شديد جدا جدا ولازم احنا بنتكلم وبنفتل في التلفزيون لازم نحتاط احتياط شديد جدا ان احنا بنتعامل مع ده سؤال بعد كده لو سمحت دكتور عمر انا جوزي متغرب من سنتين ومنزلش ومعايا بنتين اعطع الكلام معايا من اربع شهور بيكلم بناته فقط وبيبعت فلوس ليهم فقط بعد تدخل الاهل قال مش عايزك واللي واللي اللي عيالك هتخديه وقدريني موت لا حاولي لقوة اللي هو وبتخديه معاشي وكله بيقول لي ربنا يعوض يعوض عليك والعمل ايه دكتور وحكم الشرع انا عايزة انزل اشتغل اصرف على نفسي وهو حرف يمين طلق ما اشتغلش كده انت حضرتك عملتها ايه عملتها زي ما بيقولوا كده عندنا عقلة بشنيطة يعني ربطت الاشياء ببعضها تعالي نمشي واحدة واحد انت سألتيني عن تلات حاجات وكانك سألتيني هل يجوز ان الزوج يعمل كده انه ويقاطع زوجته لا ده من باب الفتن الزوج اللي ما بيتكلمش امراته وهي ست ايمع على اولادها ده راجل فتان الراجل لما طول في الصلاة على الناس وكان حب رسول الله انتو مش متخيلين انه ان ليه حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي وبعدين لقى سيدنا معاز جنبه فقال له يا معاز في حاجة بقى انه تقال له باسمه وكان عايزي يخلي الحديث ده مربوط باسم سيدنا معاز قال يا معاز اني لا احبك فقال لي سيدنا معاز كده فسيدنا معاز ده حب رسول الله يعني زي ما سيدنا زيد وسيدنا اسامة حب رسول الله الحب ابن الحب سيدنا معاز حب رسول الله بيحبه حضرت النبي ولذلك اعلم الناس بالحلال والحرام معاز بن جبل بيحبه عشان راجل متدين وراجل عالم فكان بيحبه حضرت النبي من ورثة حضرت النبي صلى الله سيدنا معاذ فقال له ايه اني لأحبك يا معاذ فحضرت النبي قال له كده فلما قال له كده حضرت النبي حضرت النبي قصد ايه قصد ان هو يبين حب رسول الله سلم لي مره صلى بالناس فطول سيدنا معاذ طب دو حبيب رسول الله يعمل ايه بقى يقول له افتان انت يا معاذ يا نهرة بيض عشان بس تطول عليهم في الصلاة طب واللي طول على مراته ويخليها 14 ما يكلمهاش هي بقى البها بقى فيكون عونا للشيطان عليها افرد السيدي وانت بتعمل كده واقعت في الفتنة واحنا عندنا مثل عربي كله ساقطت لا لا قطة يعني لو حصل منك ان انت سبت حاجة في حد تاني يمسكها لو انت فرط في احتواءها ولا عزو بالله في ناس كتيرة مترصدين فانت فتنته وفتنت نفسك طب بتعمل كده ليه عشان مشاكل حل المشاكل دي اذهب للمتخصص حل لك المشاكل دي فاول حاجة انقطاع وعن الاتصال بيك اربعة اشهر حرام ادي اول حاجة عشان بس نمشي واحد واحد السؤال التاني بقى هو بيبعد فلوس لأولاده وانت لسه على زمته لازم يبعد فلوس كمان نفقتك انت كمان هو مش بيبعد هو دلوقتي النفقة اللي واجبة عليه مش نفقة الاولاد بس انتو مش متطلقين لو لسه متجوزك فانت لازم يبعد لك نفقتك انت كمان فلازم يبعد نفقة الاسرة مع بعض بي ما فيها انت يعني ما ينفعش يبعد فلوس مدارس وفلوس بس اه اصاط المدارس ومعرفش ايه وانت ما يبعد لكيش اكل تاكل بيه لا انت لسه مراته فهو يجب عليه انه ينفق عليك دي تاني تاني حاجة تالت حاجة فكرة بقى انه قدرين يموت ما قدرناكش يموت يا سيد لسه موجود ولسه عايش ولسه يجب عليك ان انت ان انت تراعي اولادك وتراعي بيتك كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن راعياتي الرجل راعين في بيتي الرجل راعين وهو مسؤول عن راعياتي والمرأة راعيتهم في بيتي زوجها فانت هي مسؤولة منك اه مسؤولة منك ما ينفعش يا جماعة احنا وبنيجي نتكلم نيجي للزوجة نقول لها بدل ان انت زوجة ما ينفعش تمتني عن زوجك وبعدين يجي للزوج نقوله ان هو من حقه ان هو يمنع حقها ويبهدلها لا ولا عزو بالله ده نوع من انواع الفتنة فيتق الله سبحانه وتعالى يجي يقول لي بقى انت مش عارف هي عملت ايه حتى لو عملت ايه عندك انت لازم تنفق عليها زوجتك لسه على زمتك فما تجيش تقول لي عملت ايه زوجتك عليها على زمتك انت مسؤول عنها تنفق عليها زي ما تنفق على اولادك جات بعد كده ايه اللي حصل اعتبرين يموت واختبرين يخد لا مش هتعتبرك موت الشرع اللي هيعتبرك قد موت الشرع بيعتبرك حي وعليك ان انت تنفق علي بيتك بيتك ده اللي هي زوجتك واولادك ببساطة خالص عشان بس مساء الواضح بعد كده بتقول طب انا اعمل ايه بقى اعمل ايه في اللي انا فيه ده ايه طبعا ما عندهاش اكل مش قادرة تصرف على نفسها ما عندهاش شيء تصرف فيه على نفسها فايه اللي حاصل مش عارفة تعيش فهو حالف عليها انه ما تتشتغلش لو كان جوزك وانت بتشتغلي اشتغلي وانفقها عن نفسك لو جوزك وانت بتشتغلي فهو خلاص راضي بانه راضي بانك انت بتشتغلي بعد جوزك وانت بتشتغلي بخلاص هو اراضي بانك انت تشتغلي لا ما كنتش بتشتغلي هو ما كانش راضي بتشتغلي فهو حالف عليها انه ما تشتغلش وعشان يعمل ايه عشان يكسرك لا اتقل الله سبحانه وتعالى اتقل الله سبحانه وتعالى هي أنت لو كنت بتتعرضي للخطر ولا تجدي سبيل للحصول على مال يعني ما عندكش أموال تخدية من أهلك يبن ما توقعيش الحلفان بالطلاق لأن احنا مش عارفين هو حلف بإيه لو أنت عندك شيء تستطيع أن أنت تعيش بيه يعني أموال من أهلك أو شيء تستطيع أن أنت تحصلي عليه فخلاص ما تنزليش الشوك أما وإنك خلاص مش لقيت تاكلي ولا لقيت تشربي ولا لقيت تعيشي فلو نزلت إلى العمل أنت معلكيش إسم ليه لأن حضرة النبي في داخلي هذا في داخل قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فكان دا استثناء المفروض أنه ماله لا تأخذي منه يعني مفروض ملك الراجل دا لا تأخذي الفلوس من وراء لكن لأنه واجب على أنه ينفق وما أنفقش فجاز لك أن تأخذي من ماله حتى تنفقي عليه في سبيل الواجب اللي حصل دا أما وإنه كمان ما أنفقش عليك وبيعرضك للخطر خطر أن أنت ما تقدريش تعيش بشكل صحيح فلاك أن تنزلي إلى العمل ولا تكوني آثمة وهو الذي يكون آثماً بأن ضايع أهله بأن ضايع أسرته حد يجي يقول لي بس أنت مش عارف أنا حرفت عليها ليه وعملت كده ليه يا سيدي احنا بنقولك ما فيش الكلام ده أنت دلوقتي المفروض تعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف ما أعطى التعاش ما يكفيها وولدها بالمعروف تموت ولا عليها أن تسعى لكي تعفى نفسها ولأنت عايز إيه اللي يحصل يعني لا هي أصلاً ودهت ليس معناه أن الرجل لما ينفق على زوجته ومتفق معاها وهم ما بتشتغلش أن هي أنا بقولها روحي وهو بينفق عليها وهو متفق معاها أن هي ما تشتغلش وأن هي في ساعة من الرزق لا 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 إحنا بنتكلم عن حالة دي فتوة تعين دي فتوة لهذه المرأة اللي جزءها ما بينفقش عليها وهي مش لا يتاكل وهو حالف عليها أن هي ما تنزلش تشتغل يبقى إيه اللي حاصل ببساطة خالص يبقى ببساطة خالص عليها أن تحافظ على نفسها طيب في حاجة كمان لازم نقولها أن في الحالة بتاعتنا دي لازم يبقى فيه تفاصيل في لفظ الطلاق يبقى إحنا بنقسم المسائل كده جاوبنا على السؤال التاني سؤال الأول والسؤال التاني والسؤال التالي ونجاوبها على سؤال مهم جدا هو دلوقتي تلفز بالطلاق وهي مش عارفة وهي كده تبقى اطلقت ولا ما اطلقتش مش أجاوبك على ده لأنه لازم نحقق معاه في مسألة الطلاق وبعيد التكرار على الناس اللي بيفتوه على الهوى أرجوكم ما تفتوش على الهوى في مسائل الطلاق من غير ما تحققوا مع الزوج وأنا بقول كده أن مسائل الطلاق ليست محلا للجواب عليها الهوى عشان أسرار البيوت وعشان كمان أنت لازم تتحقق من الزوج لازم تتحقق من الزوج تسأله لكن حد يجي يقول لك زوج يقال لي كذا 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 فتفتيها فيطلع زوج يقال حاجة تانية ما ينفعش مش دوت ليس هكذا نتعامل مع مسائل يتشدد الشرع في التعامل معها وخاصة في مسألة للسائدين مسائل الفروج ومسائل الايه مسائل الاعراض ومسائل الدماء فلازم ببساطة خالص أن احنا نسأل الزوج هل ده نوع من أنواع قهر الزوجة أبدا ده نوع من أنواع التثبت وأعيد المثال داني ويحفظه المثال ده لو واحد مريض وعنده مرض خطير اطلاء مرض خطير مرض منزلي خطير مرض أسري خطير فواحد عنده مرض خطير فواحد بيقول له والله أنا ابن خلتي عنده والله مرض خطير فممكن تكشف علي وتكتب له العلاج هقول له إيه يا رجل خليك عائل وعط إيه هاتبني خلتك أكشف عليها عشان أكتب له العلاج الصحيح كذلك في مسائل الطلاق فنصحتي أن مسائلة الطلاق لا تعتبر نفسك لو مطلقة لو مطلقة ولكن زوجك لابد أنه يتصل بنا مباشرة عشان نتعامل مع مسائلة الطلاق دي يا سادة أنا في الحقيقة مش مبسوط من كسرة الأشياء اللي بيبعب على بعض الأزواج في تضيع البيوت إحنا لسه نذكر حديث الرسول الله سلم بنذكر حديث أنا نسميه حديث البطولة حديث أن الرجل من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له وقلنا أن من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له يعني حصل على ماذا حصل على محبة الله حصل على تاج المغفرة حصل على أنه بات بات وقد مسح وجبر بخاطره يبا من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له ثم نضع بيوتنا في هذا الحال يا سادة اسعدوا واتشرفوا بأن كل واحد فينا بيبذل وسعه عيشوا في أنوار مغفرة الله سبحانه وتعالى هذه الأنوار سنحتاج إليها بل هذه الأنوار أنوار بركة في الحياة اللي هيغفر له هيجد حياته يسيرة وسهلة هيعيش في بساطة الباصة سبحانه وتعالى ويعيش إن حياته منورة اسعوا واكتهدوا ما يهمكمش إيه اللي حواليكم لأن الرازق من؟ قول وراي الرازق من؟ الرازق الله اسعوا ومحدش يخوفكم محدش إليكم ففي السماء رزقكم وما توعدون عيشوا ووعد تفكر إن أنت لما تبا تكلم من عمل يدك أنت بدت مقهور أو بدت موجوع أنت بدت مغفور لك بدت في كنف الله بدت في حضرة مولاك يا رب لهمنا الرشد ولهمنا المدد ولهمنا القوة إن إحنا نكون في حضرتك على الدوام مهما سمى الناس اللي إحنا بنعمله دوة تعب أو وجع إحنا بنسميه مدد ونظر منك يا مولانا جعلنا دايما من أهل النظر ومن أهل البركة ومن أهل الرحمة ورحمنا يا ربنا واجعل كسبنا سببا من أسباب رضاك عنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين